أكيد أنت عندك بعض الملفات أو الأوراق المهمة اللي محتفظ فيهم على جهازك كمثال صورة من جوازك أو صورة الهوية اللي هي بطاقة الأحوال أو البطاقة المدنية أو حتى رخصة القيادة الأوراق هذه غالبا نكون محتفظين فيهم على جهازتنا ففي حال نحط طلبهم ممكن نرسلهم على الواتساب بشكل جدا سهل ولكن مو بسريع ليش مو بسريع؟ لأننا نقعد نبحث عن الملف هذا في الملفات أو ألبوم الكاميرا ونأخذ وقت وايد عشان نحصل صورة الهوية أو الجواز عشان نرسلها لها ولكن الموضوع ممكن يكون أسهل بكثير يعني كمثال تخيل أنك أنت تبغى ترسل هويتك حق شخص كل اللي عليك في البحث تنزل الصفحة بهذا الشكل وتكتب في البحث الهوية وراح تطلع لك صورة هويتك وممكن ترسلها كمثال تبغى ترسل الهوية كل اللي عليك في البحث تكتب رخصة القيادة وراح تطلع لك وممكن ترسلها بشكل جدا سريع كيف ممكن تسوي هذا الشيء تابع في الاسناب القادمة أول خطوة تسويها تضغط ضغطة مطولة على تطبيق الملاحظات من ثم تضغط على مسح مستند ضوئيا وبعدها مثلا تبغى تسوي سكان حق جوازك البطاقة الهوية أو أين كان يفضل لك تحطها على أي سطح وبعدها تمرر الجهاز بهذا الشكل وتصور في حال أنه ما ضبط لك المقاس مثل ما هو واضح حاليا ما ضبط لي لأنه مستعجل ومش على سطح ممكن أنت بنفسك تسحب النقاط وتضبط المقاس بهذا الشكل من ثم تضغط على الاحتفاظ بالنسخة الضوئية من ثم تضغط على كلمة حفظة الموجودة في الأسفل الخطوة الأخيرة تضغط على ملف من ثم تعدل على اسمه تضغط على الاسم اللي موجود في الأعلى وتعدل على الاسم اللي أنت تبغى كمثال جواز سفر بهذا الشكل من ثم نضغط على حفظ الآن نضغط على سهم المشاركة ونسوي حفظ في الملفات بهذا الشكل من ثم حظ خلاص حاليا ممكن نكتب جواز سفر في البحث دايركت رح يعطينا الملف بهذا الشكل